مباراة الكاز مباراة الكاز والاسيوية والدوري دوري نحن كل مباراة راح نعطيها متر ما اقولك اهتمام بس اكدت لك ان الاهتمامنا الرئيسي هو دوري وكاز يمكن نعتنا مشكلة الاسيوية انه في وقت مباريات مهمة راح نعطي فيها الجهد اللازم وراح نسعى انه نطلع من الهلال بمتيجة طيبة الهلال فريق كبير فريق قوي ونفسيا نحن نتمنى نعب ضد الهلال فلو في الظروف هذه نحن يعني الظروف اللي ممر في الحالة الزينة تمنا نتكون مباراة حلوة لسمعة الفريق الفريق الكبير اللي هو فريق الهلال وسمعت نادي جزيرة الفريق اللي نستطور بشكل كبير وان شاء الله ان شاء الله نقولك راح نطلع بمبارة طيبة ان شاء الله يعني الناس تعابون ههمة بس تبقى المبارات المهمة يعني تنادي تقدر تلعب مثلا فريقة عادل السعودية وتبقى مباره طيبة بتكون صعبة فهي مبارات تاسوية حوال ما تعرف فيها مبارات اللي بتكون فيه يمكن تكون مباره مسكراو هذا بس ان شاء الله ان شاء الله نحن نروح ناك ونفوز constit Practice اللي هل في المبارات slowly اهل الناس ما تعرفين ركز مبارة تاسية يحسين الصورة ان نداشن بمبارات الهلال نحترم فريق الهلال نحترم اي فريق نلعب ضده طموحنا ثلاثنا غاطل هو شسمه الطموح المعتاد وان شاء الله روح نقدم هناك مبارة حلوة في الهلال تمتع الناس يعني وتمتعنا هناك اشخاص نربع على نفسنا وتشاره تكون نتجة مصارح طبعا مثل ما انتعرف بطولة مختلفتين يعني بطولة محلية وبطولة غارية يعني كل بطولة بعيدة عن الثانية طبعا الحمدلله نحن يعني في البطولة المحلية ماشيين بشكل جدا ايجابي هعتقد فريق الهلال ايضا نفس الشي فريق كبير فريق بطولات ومتصدر الدوري السعودي طبعا اكيد بالنسبة لنا مبارة مهمة بالنسبة لهم ايضا مبارة مهمة يعني راح تكون مبارة فيها صعوبة لكن ان شاء الله نتمنى يعني احنا هدفنا ان نحسن صورة اللي ظهرنا فيها في الفترة الاخيرة مبارة الفريق الايراني تكون صورة افضل والحاول اننا ناخد نتيجة ايجابية ان شاء الله اشتركوا في القناة